ويطلوه السيد عمار واحس السيد الرئيس السيد الباشا السادة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي السادة الأطور الإدارية السادة الحضور الكريم سأتلو على مسامعكم تقرير أنشطة الرئيس ما بين الدورتين في الفترة الممتدة من دورة أكتوبر 2023 إلى دورة فبراير 2024 يشرفني أن أعرض عليكم هذا التقرير الإخباري عن مجمل أعمال وأنشطة رئاسة المجلس الجماعي وسيشمل تقريرنا هذا أربعة محاور وهي كما يلي المحور الأول الأنشطة المرتبطة بتسيير وتنظيم إدارة الجماعة وكذا مواكبة المشاريع النقطة الأولى زيارة ميدانية لتتبع أوراش إنجاز المقر الجديد للجماعة النقطة الثانية اجتماع مع السيد عامل إقليم الناظور حول المشاريع التي هي في طور الإنجاز وهي كما يلي دار الشباب مقر الجماعة الحديقة القاعة المغطط الملعب البلدي وكذلك القيام بزيارة ميدانية للمشاريع المدفورة المحور الثاني الأنشطة المرتبطة بتنظيم رئاسة المجلسة الجماعة في جميع الأعمال واللقاءات محلياً الحضور في اجتماع مع الفارق التقني الخاص بمشروع ميزة جماعة مواطنة في إطار تقييم ذاتي الجماعة في مسلسل مشروع ويرمي إلى من حميزة الجماعة المواطنة للجمع أيها السادة والسيدان بعد التقييم ذاتي للجماعة هلأ مرحلة أساسية بالمراحل المسلسل كما يهدف إلى الوقوف على جوانب الأداء الجيد وكذا تحديد مكان الضعف أو النقائص التي قد تعاني منها الجماعة وذلك بغية أخذ تدابير ملموسة لتحسين الحكامة الجيدة وتأتي بعد هذا العمل التقييمي مرحلة دراسة ميلف ترشيح الجماعة من لدن لجنة التنسيق ميزة الجماعة المواطنة هو مشروع برعاية الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية بمزارة الداخلية وبالتعاون مع جمعية تارغا النقطة الثانية اجتماعات متتالية حول وضعية الأسواق بالتراب الجماعي لبني إنصار النقطة الثالثة الحضور في اجتماع مع ممثلي من دوبية التعاون الوطني بالناظور حول تجويد التعاون والتشارك بين الطرفين وتفسيع قاعدة المستفيدين إقليمياً لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد الصديقي حول إنجاز مشروع سوق السمك بالجملة بمواصفات متطورة لتسويق المنتجات البحرية تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج اليوتيز وسينجز هذا السوق بالقرب من الطريق الوطنية رقم 19 بحيء إغماري البني إنصار قرب الثانوية الجديدة على قطعة أرضية مساحتها 20.872 متر مربع منزوع ملكيتها لفائدة وكالة مارتشيكا والمرموز لها حسب تصميم التهيئة الخاص بوكالة مارتشيكا S.A.N. 13 وهذا ما سيمكنه من ضمان تموين منتظم من الأسماك لفائدة الساكنة على المستوى المحلي والجهوي والتصدير الدولي مع احترام المعايير الأكثر سرامة في مجال الصحة والسلامة المعتمدة عالمية ويندرج هذا السوق النموذجي ضمن رؤية متطورة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في مجال التصدير وخلق فرص شغل جد مهمة قارة وعرضية كما أن المشروع سيكون له أثراً مباشراً على الموارث المالية لجماعة بني إنصار جهوياً في إطار مهام لجنة الإشراف على إعداد الموضة الوطنية للحكومة الملفتحة 2024-2025 تسلمت جماعة بني إنصار دعوة المشاركة في لقاء جهوي بوجدة وكان برنامج لقاء التشاوري الثاني في السياقة التشاركية لخطة العمل الوطني الثالثة للحكومة الملفتحة وطنياً الخضور والمشاركة في فعاليات المنتدى الخامس للجماعات الترابية بشمال المغرب والأندنس وذلك بخضور منتخبين ومنتخبات من إسبانيا وموريطانيا وتونس والمغرب وشاركت في هذه التظاهر الدولية المنظمة تحت شعار التحالفات الجماعية والترابية تجارب من التعاون الترابي شخصيات تمثل أكثر من ثمانون جماعة ترابية من الدول المشاركة وتمحور نقاشها حول السياسات العمومية المحلية ومشاركة نساء في تكبير الشعر العام والمشاركة المواطنة والمساوات بين الجنسين إضافة إلى الإسراطيجية العزيز الدمية والتعاون بين الأعضاء والتعاون بين الأعضاء في مجالة عزة من قبيل تنبيع السلامة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والخدمات العمومية النقطة الأولى الحضور مع جمعية حضو الطفولة ببني إنصار حول افتتاح أنشطة الجمعية النقطة الثانية الحضور مع جمعية بني إنصار سيتي لكرة القدم في ندوة الرياضة وأخلاق ثالثا الحضور مع جمعية المرأة للتنمية ببني إنصار وجمعية القلوب البيضاء ببني إنصار في عرض حول العنف الرقبي رابعا الحضور مع جمعية الناظر الذي نريد وذلك خلال حفل احتضنه المركب الثقافي في حضور ممثلي الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني والإعلام المحوار الرابع اتلاع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها بين الدورتين لصالح الجماعة حكمين قضائيين ابتدائيين أرقامها كالتالي 131 1300 وجوج على 2023 133 1300 وجوج على 2023 ضد الجماعة حكم قضاء نهائي وأرقامها كالتالي 1185 126 على 2020 قضايا رائجة أمام المحاكم الإدارية لصالح الجماعة خمسة قضايا مرفوعة وأرقامها كالتالي 129 1413 على 2023 230 1413 على 2023 231 1413 على 2023 232 1413 على 2023 233 1413 على 2023 ضد الجماعة أربعة قضايا مرفوعة وأرقامها كالتالي 169 112 على 2023 1213 112 على 2023 1294 722 2026 على 2023 23 وفي الختام أود أن أعبر وفي الختام أود أن أعبر عن تقديرنا لمجهودات أعضاء المجلس الجماعي والقطل الإدارية والتقنية بالجماعة وأطلب منهم تكاثف الجهود للرقي بإدارتنا والرفع من مستوى خدمات الجماعة وبعون الله إننا عاقدون العزم على مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء الفاعلين والمتدخلين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والله ولي التوفيق والسلام عليكم شكراً صيد الرجل